أهلا بكم ومجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمي نبتدي نشرتنا الرياضية من دوري أبطال أفريقيا وفريق الأهلي اللي خسر لقاب بطولة الدوري دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الوداد المغربي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم مبارح على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب وبيتسو موسيماني المدير الفني الأهلي قال خلال المؤتمر الصحفي عقب النهائي الأفريقي إن الفريق الأفضل هو اللي خسر فعندما تلعب في أرض محيدة وجمهور متساوي بين الفرقتين وقتها نقدر نتكلم عن الفوز والخسارة موسيماني قال كمان البعض بيسألني عن التشكيل والخطة لإني خسرت لكني عايز أفكرهم إن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل وكله عارف إن السلية مصاب وعشان كده ما خلناهوش يلعب في البداية بعد المباراة مجلس إدارة النازي الأهلي أصدر بيان قال فيه إنه مدعاش لأي اجتماعات طريقة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية بتخص الفريق الأول لكورة القدم وإن كل الكلام اللي تردد في هذا الشأن من لهوش أي أساس من الصحة ومن المنتظر إن بعثة الأهلي تلجع للقاهرة النهاردة على متن طائرة خاصة نادي ليفربول الإنجليزي حرص على تهنئة النجم محمد صلاح بعد حصوله على جيزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور وشارك الحساب الرسمي لليفربول على موقع تويتر صورة للعالمي محمد صلاح وهو بيحتفل وعلق عليها وقال الفرعون المصري بيضع بصمته على جيزة جديدة تهنينة لمحمد صلاح لحصوله على جيزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير أسكو لاعب ريال مادريد الإسباني أعلن بشكل رسمي رحيله عن الملكي بعد التسع سنين كاملة قضها جوه الفنية هينتهي عقد أسكو في يوميو 20-22 وخلاص اتأكد رحيله بسبب عدم تجديد عقده كتب على حسابه على انستجرام وقال بشكر المدربين والهيئة الفنية والأطباء والعاملين في الندي الملكي على كل العمل والحب والدعم اللي قدموه للجميع بشكر المشاجعين اللي رحبوا بيب بطريقتهم الرائعة من بداية انضمامي في اليوم الأول والغاية دلوقتي البولندي روبرت ليفندفسكي مهاجم باير ميونيخ الألماني وجه رسالة قوية لإضافة النادي الباباري بخصوص مستقبله بعد انتهاء الموسم وأعلن رغبته انه يرحل بشكل نهائي قال ليفندفسكي في مؤتمر صحفي مع منتخب بولندا مشواري مع باير ميونيخ انتهى رحيلة عن النادي هو الحل الأفضل ليه وليه روبرتو مانشيني المزير الفني لمنتخب إيطاليا أعلن قائمة الفرق النهائية اللي حتخود مباراة الأرجنتين على لقب كأس الأبطال اللي بتجمع بين بطل كأس الأمم الأوروبية وبطل كوبا أمريكا واللي حتتلاعب بكرة الساعة 9 إلى ربع على ملعب وينبي واستدعى مانشيني 30 لاعب من قائمة الأزوري اللي بتستعد أيضا لخود منافسات دوري الأمم الأوروبية من ناحية تانية جابريال جرافينة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد أن بلاده في مركز الصدارة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية اللي حتتلاعب في 2032 وجابريال قال في تصريحاته بالنافس عشان ننظم البطولة إحنا في وضع جيد وإيطاليا أخيرا أصبحت ذات مصدقية زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مادريد الإسباني السابق نشر صورة من فوز النادي الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا على حسابه الشخصي في إنستجرام وهنا فيها اللي عبين بالبطولة الأوروبية اللي حصدوها على حساب ليفر بول الإنجليزي أخبرنا الرياضية خلصت لكن فقراتنا الرياضية لسه مستمرة الناقد الرياضي طريق رمضان موجود معانا في الستوديو في ضيافة شازلي وهدير هنتكلم معهم بتفاصيل أكتر عن اللي حصل في مباراة الأمس اتفضل يا شازلي وتفضل يا هدير شكرا لك يا منا